بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل ملخص لقوانين الفصل الثاني اللي هو القيمة حالية والخصم لو الموضوع يعني تحس ان هو صعب لا احنا هنعمل القوانين بطريقة اخرى يعني ازاي احنا نحصل على القوانين بعدة طرق فلو حفظناها بالطريقة دي هتبقى سهلة وهتبقى سهلة في التطبيق ان شاء الله هو احنا الهنا زي ما قدمنا كده الخصم ده القانون اسم القانون الاساسي اي خصم بقى سواء تجاري او صحيح بيساوي قيمة اسمين على سرحالية حسب بقى الخصم انها شغال فيه فانا قسمتلك الموضوع الى قسمين قسم اسمه الخصم التجاري لوحده وقسم اسمه الخصم الصحيح لوحده ازاي نجيب ده وازاي نجيب ده لو حفظت القوانين دي او فهمت بداش تحفظ يعني ان الحفظ مطلوب بعد الفهم احنا لو حفظ لو فهمنا الموضوع هيبقى وسيط فلو عرفت كيف احصى على الخصم التجاري بعد الطرق تعالى نشوف احنا خلاص اهم حاجة انا بعرفين القانون الاساسي ده وانطبقه تعالى نشوف الخصم التجاري بي勿約 من القانون الاساس ده ازاي قيمة اسمية هي قيمة اسمية في كله ناقص القيمة الحالية برضو بس التجاري لاننا شغال في الخصم الايه من التجاري طيب او ليه قانون اخر لو بياناتي مسألة فيها القيمة الاسمية والمعدل والمدة اقدر على طول مباشرة زي الفايده في معدل في مدة القيمة الاسمية في المعدل اللي هو i في المدة اللي هي n. طب لو انا مش عندي القيمة الاسمية وعايز اعود في القانون ده احصل على القيمة الاسمية من القيمة الحالية. يبقى اذا القيمة الاسمية قدر اجيبها من القيمة الحالية على واحد ناقص المدة في المعدل. تشغل الخصم التجاري. نفس الكلام نخش على الخصم الصحيح برضو قيمة الاسمية ناقص القيمة حالية دي اول طريقة نقدر نحصل بها على الخصم الصحيح. في تك طريقة كمان برضو مبلغ في معدل في مدة ولكن المبلغ المرادي هو القيمة الحالية وليس الاسمية يبقى ده الفرق بين الخصم التجالي وبين الخصم الصحيح ان الخصم التجالي مبلغ اسمه القيمة الاسمية والخصم الصحيح مبلغ اسمه القيمة الحالية او كمان طريقة تالتة الخصم الصحيح يسوي قيمة الاسمية في المعدل في المدة الله البسط ده شبه حاجة احنا قلناها من شوي شبه القانون ده اللي هو بتاع الخصم التجالي ده معنى ان الخصم الصحيح أي أنه يبقى ده معناه أن البسط ده عبارة عن الخصم التجاري اللي هو احنا بنسميه ايه اكس او او اكس زيرو يعني على واحد زائد المعدل اللي هو اي في المدة اللي هي اند تمام دي بالنسبة لملخص هذي القوانين طيب وجدت هنا برضه في الشريحة دي طيب الكتاب بقى عامل الرموز القتية لأن احنا لو هنستخدم القانون هنكتبه بالانجليزي يبقى و احنا بنحلم مسألة يبقى لازنى بعارفين الرموز الخاصة بتجايل رمزه اكس او او اكس زيرو الخاصة الصحيحة اسمه اكس اي القيمة الحالية اي زيرو القيمة الحالية الصحيحة اي اي طبعا القيمة اسمية سابتة اسمها اس ولو شغل بطريقة النمر بأس من المعدل على اتناشر او تلتمائه وستين او تلتمائه وخمسة وستين او ستة وستين بعدين هنا كل مبلغ في مدته ده اسمه او مجموع النمر هي دي كل مبلغ في مدته واجمعها طيب هيطلب مني برضو طب ما هو اجمال القيم الحالية زي ما كان في الفايدة بيقول لي ما اجمال الفوائد يبقى هقوله اجمال القيم الاسمية اجمع كل الاس اللي عندي ناقص اجمال الخصم اجمال الخصم ده انا اقدر اجيهه من القانون اللي قبله وبكده احنا نبقى لخصنا الفصل التاني وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى مع الباب الثالث ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته